يا هلا بالحلوين عاملين ايه فيديو النهاردة ملخص مسلسل خيانة الجزء الاول هو سيني ومتصنف رومانسي انتقام لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معنا الفيديو للاخر وصالوا الفيديو الف لايك عشان ننازل ملخص الجزء التاني في اسرع وقت ممكن وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وانتظروا فيديو جديد على القناة الساعة 9 كل يوم بتوقيت مصر اتفعلوا معنا دايما وعلاه اكتر واكتر اتنين بيتفعلوا وبيعلقوا كتير هقول اسماعوا من وزر تعلاقاتهم في اول كل فيديو والناس اللي بتكتبلي تعلاقات حلوة احطوا تعلاقاتهم في اخر كل فيديو واحب اشكر النهاردة روانو ومها على دعمهم مستمر لي وما تنسوش تدعاموا القناة الخاصة وملخصات الافلام هتعجبكوا اوي فهم لخصات افلام كوري وتركي واجنبي وهندي وانيميشن وصيني فكل التصنفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامرة وخالي علمي وكوميدي ومدرسي وكمان فيه كواليس افلام يدخلوا الشرقوا في القناة وعلاه وكتيروا وشجعوني ازلوك افلام اكتر واللي عاوصهم اللي خاصة يكتب لنا في التعليقات مستمناك وهناك وقبل ما نبدأ متنسوش تصالوا بينا عناب وتذكروا الله ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض المسلسل بيبدأ بشاب يوم زفافه مع بنت في القاعة وبتقوله لو زوجتك شافتنا دلوقتي هنعمل ايه بيقول لها مليش دعوة انا معاكي برضو بيقرب منها وبتدخل البطلة بفستان الزفاف هنا وبتتصدم وبتقوله زوجي وبتقرب منه هي مصدومة لكنه بيدربها بالكف والمعزين بيبدأوا يقولوا ان شو اغوته بتقوله حبيبي لازم تعرف ان احنا مع بعض بقالنا فترة كبيرة وان ده كان الوقت المناسب عشان تعرف حقيقة ارتباطنا وان هي تعرف برضو حقيقة علاقتنا وان كل واحد يرجع لمالكه الاصلي بتقولهم اكيد فيه سقفهم بيدربها تاني وبيقولها توقف عن الانانية دي بتقولهم ما تستعجلوش انتظروني هنتقم منكو بترجع البيت وبيقولها المساعد انسها يومش النهاردة يوم زفافك بتعملي ايه هنا بتقوله الاوغاد شو وجين جعلونه اضحك لكل النهاردة بيقولها بجد لازم تمشي بتقوله ايوة في خلال نص سنة لازم اخلي عيلة لو تمشي من البيت ده بيقولها لا ناقصو دين تتمشي بتقوله لين ايها الوغد وهنا بينزل عمها ومعا شو بيقولها الفتال يتيمة القمامة اللي تخلى عنها خضبها يوم الزفاف هدورس عيلة شن ليه ازاي ما تقلقش عمك هيتصرف معاك بيقمر بتجميد اموالها وحبسها بتطلع تجري وشو بتقولهم الحقوها ما تخلوهاش تهرب بتطلع القوضة وبتلاقي شنطة مكتوب عليها اختي شربيدة للهروب في الاوقات الازمات وشو بتقولهم برا الانسة يو جوه اخرجي وتوسلي لي وطلوبي الرحمة يلا او هطلع واجبك من جوه لكن بتقول هشرب وخلاص وبتشرب وبتختفي وبيدخل الرجالة ومش بيلاقوا حاجة وبتستغرب جدا وتاني يوم بتروح الشركة وبيقولها المساعد الانسة يو فين بتقوله انسة الفتال عاهرة دي الشركة هتبدأ النهاردة في رئاسة الانسة شو بيقولهم الانسة يو كانت مختلفة وبتوقع الصورة بتاعتها وبتقول مش عاوزة حد يجيب سرع عنها تاني والراجل بيقول لها انتي واختك تربطه مع بعض وانا بخدمك وانا صغير اذا كانت جوه حار او عاصف كنت بحملكم للمدرسة الزي نسيت ده بتقوله كلام التفه ده تقوله اليوم شانا وبتتكلم مع ابطرقة مش كويسة لحد ما بتجي يو بتقول لها انتي توقفي بتقول لها كنت عارفة انك هتقع في المسيضة متأكدة من ده يا اختي وبتقولهم امسكوها يلا وبتطلع تجري منهم وبتفضل تختفي وتزهر لحد ما بيتخبطوا كلهم في بعض وبيعودوا يقولوا ايه اللي بيحصل ده هم مستغربين ولما بيقعوا كلهم بتمشي وقصاد الشركة بيكون شو وجين بيتكلموا مع البطل الرئيس لو شنغ وبيرحبوا بي في الشركة وبيقولوا ان هم في انتظروا بكرة في المقدبة اللي معمولة عشان الشركة وبتقول يو هنا مقدبة اكل بكرة هي دي الفرصة المناسبة لية بتروح تاني يوم يول عشا لكن الامن مش بيوافق وبيضربوها بتقولهم انا من عيلة لو برضو بيقولولها دي اوامر الانسة شو ممنوع دخولك هنا بتقولهم بجد تمام وبتختفي وبيقولوا هي راحة فين دي وبتقوم تضربهم وبتدخل ومحدش شايفها وبتمشي تاكل من هنا وتبص على ده وعلى ده وبتقول محدش شايفني بجد ده شيء ممتع اقدر اعمل اي حاجة انا عايزاها في اي وقت وبتطلع عالسلم وبتقول الازواق فين وبيكونوا في القوضة وبيقرب منها جين وبتقولوا سيء بيقول لها ايه مش عوزاني وبتدخل يو بتكون شايفاهم هي بتقوله لأ مش اقصد بتقوم يو ضربة بالكاف بيقول لها في ايه وانا عملت ايه عشان تضربيني بتقوله لأ تتلاقيك انت بيتهيقلك انا ما عملتش حاجة تعالى عارف يو اختفت من اخر مرة شفتها فيها كأنها اتبخرت من العالم لما نعرف نستضها تاني لازم نتخلص منها في اسرع وقت ممكن وبتقول يو الكلام ده وبجد وبتمسك فوز عشان تضربهم لكن المية بتنزل عليها بتخليها تزار وبتقوله اختها ايه ده يو هنا انت بتعملي ايه وبتتصدم يو وبتطلع تجري هما وراها بتفتح باب قوضة وبيكون البطل جوه لو شنغ وبتقوله انت مين بيقولها انت اللي مين بتسمع صوتهم بيقوله شوفوها هنا بتقفل وبتسكت لو شنغ وبتقوله سيبني استخبه هنا لو سمحت وبتقعد في البنيو جنبه بيفتح شوجين الباب وبيقولولهم لو شنغ ازاي تفتحوا بالقوضة بتاعتي كده بيقوله الرئيس اسفين ما كنش نعرف ان القوضة دي بتاعتك انت كان فيه بنت هربانة بندور عليها هي مش هنا بيقول لأ بتقوله شو ازاي انا متأكدا ان انا شفتها دخلة هنا دلوقتي هي اكيد هنا بيضربها وبيقول لها لأ لكن يود لأ تسكت بقى لأ طبعا طلعت وبتقول انت خنقتيني انا مش قادرة تنفس وبتتصدم لما بتشوفهم وبتقول لازم اتصرف بتطلع وبتقرب منه وبتقبله وبتقول لها شوفك مرة تانية يا حبيبي وبتشد الفوطة من عليه وهو مصدوم وبتطلع وهم كلهم مصدومين وهو بيقول المرأة دي وبيكون متحصب جدا وتاني يوم وهي ماشية بتقوله كان شكله يدحك قوي وبتلاقي فجأة شباب قصادها بتحاول تجري من نوم بيمسكها له من وراء بيقول لها تعالي هنا مساكتك اخيرا وبيخطفها وبيربطها في البيت وبيقول لها اقولي اللي عملت كده ليه بتقوله مش هقول اي حاجة انا اكيد ما كنتش بحاول اسرقك بيقول لها انا دورته عرفت انك من عيلة له وازاي كانوا بيتردوكي بتقوله مش هقول اي حاجة برضو بيقول لها ما تختبرش صبري وبيشربها من الكبال اللي في ايده وبيقول لها اعترفي بتقوله انت شربتني ايه انا حاسة بحر شديد وبتقرب منه وفي بنت اللي بيبص عليهم وبتقول استمتعه وبتدخل القوضة وبتقرب منه وبتقبله وبيقضوا الليلة سوا والصبح بيصحى مش بيلاقيها بينزل يجري بيسأل المساعدين البنت اللي كانت في قطي فين بيقولوله ما نعرفش عنها حاجة محدش شافها وبيستغرب وهي بتكون فوق سطحة ومرة وبتقول ان هي كده عملت حاجات كتير غلط في حياتها وحياتها تدمرت وبتفكر ان هي تنتحر لكن بيجي ليه شنغو بيقول لها لا استني ما تعملش كده في نفسك وبيخلص ملخص الجزء الاول على هنا وصول الفيديو الف لايك عشان ننزل ملخص الجزء التاني في اسرع وقت ممكن بيديت علاقات اكتر نسبة اتفاعل وبتعلق مع الفادراتي شوكرا لكم جدا يا حلوين على التعلاقاتكم الايجابية وعلى كلامكم الحلو زيكم اللي بيفرحني جدا وبيديني ذاكا ان انا جمل وبعد سياريت تنوروني في المنتدى بنزل هناك رابط ملخصات افلام جميلة جدا وكومنت في صندوق الوصفة اطلاق ملخصات افلام جميلة جدا لا تنشرش تدعيم القناة الخاصة ملخصات الافلام ملخصات افلام كوري وتركي واجنابي وهندي وانيميشن وصيني فكل التصنفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامرة وخلاع علمي وكوميدي ومدرسي وفي كوليس افلام بتنزل زي طريق تصوير الافلام الخيالي والمغامرات وكده وحاجات حلوة اوي دخل اشتركوا في القناة وعلى اكتر وشجعان نزلوك افلام اكتر واللي عاصم اللي خاصة اكتبناها في التعليقات بسنينيكو هناك وفي فيديو حلوة قوي لسه نزل دلوقتي دخلوا وتفرجوا عليه ما تنسوش تصالوا بينا عنابو تذكروا الله اشتركوا في فيديو جديد يا حلوين باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة